وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هكذا عبر أمير شعراء العربية أحمد شوقي عن أهمية الأخلاق حتى إن الأمم تصبح مهددة بالفناء إذا باتت بلا أخلاق ولعل ما تطرحه بعض التنظيمات والحكومات الغربية منذ سنوات عديدة عن الشذوذ هو أمر يفتح الباب أمام تساؤل ملح عن أصل الشذوذ وهل هو انعكاس حقيقي لثقافة الغربية أم هو انحراف عن أخلاق هذه المجتمعات وبعيدا عن جدلية المجتمع الغربي ومدى مقاومته للشذوذ أو دفاعه عنه فإنه من الواضح أن كثيرا من الحكومات الغربية لا تدافع فقط عن الشذوذ وإنما تحاول جاهدة الترويج له وإجبار المجتمعات على تقبله ولا سيما المجتمعات العربية والإسلامية بل إن المنظمات ذات الطابع الأممي باتت تمارس ضغوطا سياسية ضد الحكومات التي ترفض السماح بالشذوذ ودعم الشواذ في مجتمعاتها إن محاولات نشر الشذوذ في المجتمعات العربية والإسلامية لا ينفصل بحسب باحثين عن محاولات تعميم القيم والثقافة الغربية قسرا على تلك المجتمعات محاولات لم تبدأ بنشر الشذوذ ولا تنتهي بمحاولة إفراغ الفكر الإسلامي من محتواه بحيث يقبل العقل الجمعي العربي والإسلامي عمليات إعادة تشكيله وفق ما تريده القوى الغربية وبحسب الباحثين إن لوثة الشذوذ التي تجتاح العالم مؤخرا وتسخر لها مؤسسات وإمكانات ضخمة لعلمتها ليست عبثية بالطبع إنما يراد منها تدمير ما تبقى من الأخلاق بوصفها حصون القيم والفضيلة التي تحمي الأمم والمجتمعات ومن ثم يسهل اختراق تلك المجتمعات والسيطرة عليها بعد أن تضعف مقاومتها أو تتلاشى بفعل هذه الحرب اللا أخلاقية ليصل الأمر بعد ذلك إلى الاحتلال الفكري والسلوكي والارتهان الحضاري الذي يحاول الإنسان إلى مجرد مسخ مطموس المعالم مع دوم الهوية سهل الانقياد لمن يحكمون العالم بلا أخلاق ترجمة نانسي قنقر